مباراة الزماليك والمصري اللي حصل فيها كل الجلال اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده كان فيه لقطة ضربة الجزاء وانت كنت اول واحد قلت رايش مختلف تماما وزاوية مختلفة تماما الناس كلها راحت لفكرة هي كرة زيزو عدت الخط ولا ما عدتش الخط وانت رحت لزاوية تانية خلص لو معنا الحالة الشباب هتوها هي مش زاوية تانية خلص وعده قانون نحن يتكلم في قانون الكلام بتاعك ما كانش حد يتكلم عنه كله عمال يتكلم عن خط ومشي خط وداخر ده ما دخلتش القصة ده ودلعا فكرة ده اللي خلى البنة ميركس في القصة في النقطة دي اولا راكلة الجزاء الحاكم حسابش في الملعب احمد الغندور البنة تدخل في لمسة دي موجودة عندي احتمالية راكلة الجزاء تعال شوفها هيروح يشوفها لايدي المفروضة بالمنظر ده اللي بخرجي الجسم برا الجسم وبالتالي لمسة دي موجودة وراكلة الجزاء صحيحة تمام ورجع بالانذار للرقم 4 لانها شوتنج على الجول وبالتالي انذار مستحق طب في التنفيذ التنفيذ دايما في الفيفا حتى وبيده رخصة الفار يقول لك خلي بالك انت عندك اكتر من حاجة لازم ترجس فيها اه سواني شباب واقفوا لازم عندك اكتر من حاجة لازم ترجس فيها في التنفيذ في حاجات القر داخل ما دخلش دي حاجة التنفيذ من اللي دخل من اللعيب اللي دخلوا لانكروش منت ده اخر حاجة اخر حاجة لازم تحطها في الاعتبارات بتاحتك لانكروش من الاختراقات اللي حصلت تخترك متر ومترين ده لا يعقب عليه بقى يحمل احوال مانساه يعني في اي حتة في العالم المتر واللي مترين بتحصلت القويل عادي جدا وبلقون لكن يتعجبوا امتا للدخول في حد ذاته ما فيش خطأ اللي هو المتر والحاجات النص متر ده لكن اللي اتنين عندي دلوقتي او في ساعة التنفيذ عندي اتنين لعيبة داخل منطقة الجزاء انا دلوقتي هو ركز البنة يركز في الكرة داخل وما داخلتش صح ده على الخط ماشي اوكي انا وقف لعي بياخد وقتي اراجع الكرة داخل ما داخلتش طبعا هو جاب الصورة العمودية اللي مع القائم اللي مع القائم بالمنظر ان الكرة ما ظهرتش بالكامل من القائم وبالتالي فعلا الكرة ما داخلتش بكامل هيقتها وكرة مش جوه انت شايفها مش جوه نا مش جوه تمام ممتال امان الكرة بس فيه حي جزء من الكرة لسه مستخبه في القائم القائم ده على فكرة سمكه هو سمك الخط المرم فخلاص وبالتالي الكرة ما داخلتش بكامل هيقتها وقرار صحيح ما داخلتش الكرة انت عندك بقى حاجة تانية حاجة مهمة حاجة قانونية انت بتتكلم ان باهر المحمدي ورقم 11 اللي معاه دوة شلبي دخلوا المنطقة لو شلبي لعب الكرة وحط جون هيعاقب براكرة حرة غير مباشرة مما كان اختراقه طب لو باري محمدي نافس المهاجم اللي هيعازي يحط جون او لعب الكرة نافس مجرد منافسة او لعب الكرة يعاقب بايه يعاقب بقاعدة الركل لما دخلتش وبالتالي انت بتتكلم على الحاجة الاثنين دولات لازم تبصرهم الوقت خلاص الاثنين دولات معاجل الاثنين دول اللي هلعب فيهم هيتعاقب لكن لو كرة تتراضي لكن لو كرة داخلت بالمنظر ده الوتوماتيك من زيزو جون محدش يبص الدخول ده على فكرة مش خطأ بحد ذاته وبالتالي ان الكلام على الحاجة هو غفل نقطة واحدة بتاكرة ان انت لو دخلت واستفدت بالضبط انت عملت الاختراق واستفدت انت لعبت الكرة جيبت جول يعاقب لو لعب الزمالك ده مثلا كملها جول لو مصطفى الشلبي راكل الخارج المباشرة لما كان اختراقه ويلغى الهدف